المناسب كيف كانت تنبع؟ الكوموشينات تدفع على المناصب؟ بني إذا حتشي ليها نصلك؟ والله يا أخي والله أنا ما صارت قدامي حادثة بس حادثة واحدة يعني واحد ثقة نقل ليها هذه من أنا أريدت أطلع تقاعد من الرافدين كانت إضافة إلى وظيفتي أنا مدير عام مصرف الرافدين شخص قدم تقرير للاستاذ رئيس الوزراء استاذ نوري المالك ببقته شرشحني شرشح به يعني أنا رئيس لجنة أعدامات وأنا كذا وأنا كذا وأنا مسدسي وأفتر على الدوار أنا عمري دجاجة ما ذابح ولا يوم استعملت المسدس أو شاي المسدس بالعكس فبعدين هو اعترف للولد قال لي أنا ظلمت لأن أنا كتبت عليك تقرير وكان معيتي واحد اسمه خليل زوبعي حي يرزق الآن صار مستشار رئيس مجلس النواب بزمن سليم الجهوري فقال لي صحيح قاعدنا بالرينبو بالأردن وقعدتوا يا أنا وحدة اسمها مريم الرئيس وسوينا تقرير قالت لها سوي التقرير وأنا راح بيدي وأدي الرئيس الوزراء وإن شاء الله نشير ضياء ونخليك أنتم مكانة فقلت له أنا طالع تقاعد يعني أنتم من كتبتوا التقرير أنا بعد الأسبوع أسبوعين وأطلع تقاعد قال لي بعد استعجلنا ورحنا على فلان شخصية بالحزب يا حزب حسنت نيش يا حزب بالحزب ومعيتنا شخص اسمه رسوله بطبيخ واتفقنا بهذا الشخص وبعديا صدرنا مرسوم بتعيين هذا مدير عام في مصرف الرافدين رغم محتراماتي والأستاذ المالكي سيسمعني بالليل خبرني مرة ردنا نحينا بالتي بي آي قابلنا لجنة أنا وحلي الحلاق وسيكرتيرس السيد المالكي خبرني بالليل قال لي ضياء ليش يدغيشني أنت هذا شخص محتال هذا كذا يومي يغير أصله يومي يغير لقبه كذا كذا قلت له أستاذ ما صار شي نلغي باشر الأمر ما لو خليه لي وراها بشهرين ثلاثة هذا الشخص نفسه اللي اعترض عليه السيد المالكي صار مستشار في مكتب المالكي ربك وراها بفترة صار مدير عام مصرف الرافدين هو بعدين يحشي لي قال لي انطيت لفلانه هالقيد حتى بينه وبين الجماعة اللي يوصلوه أقول الآن دعاوي قايمة بالعراق وهنا ومشاكل وهذا يشتك على هذا وهذا يقول ما دفع لي وهذا يقول دفع لي وهذه قدامي الحادثة وخصتني يعني شوه سمحت قدام المالكي سيد المالكي الله يحفظه ما دز عليه وقال لي يا ضياء ترى عليك هذا التقرير غير هو الله يحفظه ويطوله بعمره ويكتب سلامته غير هو اللي يشتك منه وقال هذا تشذار وهذا حيار وهذا غير أصلا يمكن الساعة 12 بالليل خابرني قال لي ضياء شنو هذا انتم قابلتوا رشحتوا إلي وكذا وماذا شنو قل لي هذي كذا وكذا وكذا قلت له ما صار وسواه مستشار بعدين أنا رايح إلى بغداد بالطيارة شفت هذا شو استقبله جماعة المالكي جماعة المالكي كان كلهم أعرف ولكتعار شنو أنت قل لي ما أنا صارت مستشار الله عم أغير الأحوال مش ارتصار فريق ركن ويجيك واحد يقول لا هذا مو شرطي هذا الرجال مخلص كلية لقنا أنا يجيك واحد منهم من يقعدون بالتلفزيون ويسولفون يعني بالله العظيم أنا هذا الناس الآن من تسمع من تسمع ما يشتحون ما يخجلون وهذا البوق وهذا الفلوس وهذا النهب وهذه الطرقاعة وبالأخير يوم يسوي قسطرة يوم يسوي شبكية يوم يحط لرقعة باردة هي ألمني الفلوس طاحت كلها برأس ضياء أنت شايف لك واحد خمس مرات يجزون عني أنتربول على نفس القضية السودة قلت له حتى هنا أجوك خمس مرات أنا خمس مرات دزو علي بس هنا الأردن لأن بلد قانون وبلد دستور وبلد نظام يحيلوني محكمة أروح من تجري التبليغ علي من أنتربول أروح وراء نص ساعي طلعوني كفالة يحيلوني المحكمة المحكمة ما تقتنع يقول لي وين الهدر بالماء العام اللي أنت مسوي أنت بايع من هجيب الهجيب من الدولة للدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر